موسيقى جمع من ممثلي العديد من المنظمات الفقوطية الدولية نظموا اعتصاماً ظهر يوم الأربعاء الأول من يوليو أمام مقر هيئة الأمم المتحدة في جينيب المحتجون رفعوا اللافتات المنجدة بمداهمة سلطات النرويج لمكاتب الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومنزل رئيسها الدكتور لؤيدي فهي منظمة تعنى بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان وفي تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في أنحاء مختلفة من العالم ولذا فقد ولد هذا الإجراء النرويجي صدمة للعديد من الناشطين موسيقى 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 مجالية أحيانية للسلوية. أريد أن تعتني أن تلك أحياني القرار الكنية في تقلط النورجية حقا هو شيئا بأثناء مع نوروكية وللوثية المبكرة ليس قادمين بالتقل المضيحية ونقيم بها بين التأنيوية الغبيبية لا أريد أن تعتني أن تعتني أن المتعوية الثالثة من التعنيات الجسمية هذا وكل مكتبا نفسنا التي كنا نحن قلتنا بالتعتني علاقة الأولية المتحدة وعلى الناس الأفريقية وعلى الناس الأفريقية لذلك يجب أن أساعدني فالنرويج معروفة بدورها الرياضي على صعيد تعزيز القيم الدموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان ولذا فهي مدعوة لإحترام الاتفاقيات الدولية كمتنظر إقلقى إعادة الفيديو من خطط نوروغية ومعروفة أكثر من ربطانات الدولية ومعروفة في المقبل دوليوية ومعروفة برعامل الدولية ومعروفة براء في الوضع الوقت في دوحا وكاتر تتعمل في عامل وليد وعيداً في تقرست بالجرس ومعروفة المقبلة ومعروفة بالجرس ومعروفة بإصدار المقبلة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر